وفي نهاية 1923 قرر عبدالخالق صروت باشا عدم ترشيح نفسه مرة أخرى لرئاسة اللجنة العليا للنادي الأهل عبدالخالق صروت باشا خلال فترة رئاسته لللجنة العليا كان تقريبا مشغول بالعمل السياسي اللي زاد قوي بعد صورة 1919 وتولى رئاسة مجلس الوزراء وخاد مفاوضات شقة مع الإنجليز انتزع وقتها تصريح 28 فبراير 1922 وشكل أول لجنة لوضع أول دستور في تاريخ مصر عام 1923 في الفترة دي كان اللي بيدير النادي تقريبا جعفر ولي باشا وكيل النادي وزي أي مسؤول في الأهل بيشوف انه مش هيقدر يخدم لانشغالاته المتعددة قرر انه يسيب منصبه للي يقدر يخدم النادي أصلهم تعودوا من بداية تأسيس النادي على كده اللي مش فاضي يسيب مكانه للي يقدر يخدم ده تكليف مش تشريف ومهم هنا نوضح نقطة من بداية انتخابات النادي وأول جامعية عمومية له والحد عام 1955 كانت انتخابات النادي بتتم سنويا يعني كل جامعية عمومية وكان غالبا بيتم إعادة انتخاب اللاجنة العليا اللي بقى مجلس إدارة بعد كده ولو حد اعتذر بيدخل حد ما كان وفي سنة 1955 اتعمل تعديل في قانون النادي أولاحته على أساس ان الانتخابات تكون كل سنتين واستمر النظام ده لغاية الستينيات لما قامت الدولة بعمل قانون للرياضة وبقت الانتخابات كل أربع سنين المهم اتعملت انتخابات النادي يوم 18 يناير 1924 وأصفرت النتيجة عن انتخاب لجنة عليا للنادي وانتخبت الجامعية العمومية داود راتب بيك سكرتير جديد للنادي ورياضة فندي شوقي أمين للسندوق وتم انتخاب اللجنة التنفيذية للنادي واجتمعت اللجنة العليا يوم 14 فبراير 1924 لانتخاب رئيس النادي ووكيله جلست اللجنة العليا يوم الخميس 14 فبراير 1924 انعقدت اللجنة العليا يوم الخميس 24 فبراير 1924 الساعة خمسة مساء بحضور حضرات الأمراء وأصحاب المعالي والعزة جعفر ولي باشا والأمير اسماعيل داود وفؤاد أبازة بيك وأبو بكر راتب بيك وداود راتب بيك سكرتير النادي ورياض شوقي أفندي أمين للسندوق في الانتخابات اللي اتعاملت في الجامعية العمومية تم انتخاب اسماعيل حسنين باشا عضو باللجنة العليا لكنه توفي قبل اجتماع اللجنة العليا وفي الاجتماع وقفت الجلسة خمسة دقائق حدادا على روحه وتقرر تصعيد حضرة محمد أفندي صبحي عضوا باللجنة العليا بدلا منه ومحمد أفندي صبحي كان التالي في الأصوات بعد أعضاء اللجنة العليا التسعة المنتخبين وتقرر انتخاب معالي جعفر ولي باشا رئيسا للنادي وانتخاب سعادة أمين سامي باشا وكيلا للنادي وتشكيل لجنة مكونة من جعفر ولي باشا والأمير اسماعيل داود وفؤاد أباظا بك لتقديم الشكر لدولة عبد الخالق سروة باشا ولما جعفر ولي باشا بقى رئيس للأهلي وجب علينا أننا نعرفه بالتفصيل جعفر ولي باشا أصوله شركسية من موليد القاهرة سنة 1880 تربى ونشأ بالقاهرة وتلقى العلم في المدرسة الناصرية الابتدائية ثم المدرسة الخدوية السانوية وتخرج منها وكان الأول على القطر المصري وكان كابتن فريق الخدوية لكرة القدم دخل القسم الإنجليزي بمدرسة الحقوق وتخرج عام 1903 بعد التخرج التحق بالنيابة بعدها اتنقل العمل في وزارة المالية ثم وزارة الداخلية اللي ترقى فيها ليصل لمنصب وكيل وزارة الداخلية عام 1918 من إبريل 1919 تولى منصب الوزارة في عدة وزارات مختلفة فكان وزير الأوقاف في وزارة حسين رجدي الرابعان وكان أصغر من تولى الوزارة في تاريخ مصر في ذلك الوقت وفي 1921 تولى منصب وزير المعارف العمومية في وزارة عدل يكن الأولى وفي 1922 تولى مرة أخرى منصب وزير الأوقاف في وزارة عبدالخالق ثروة الأولى وتولى منصب وزير الحربية والبحرية في ثلاثة وزارات اقتلافية وزارة عبدالخالق ثروة الثانية ثم وزارة مصطفى النحاس الأولى ثم وزارة محمد محمود الأولى وتولى في الوزارة دي منصب وزير الأوقاف جنب منصب وزير الحربية والبحرية وفضل عضو بمجلس الشيوخ مدى حياته تزوج ابنة الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر وكان بداية ارتباطه بالنادي عضو عادي لكن في مطلع 1916 اجتمع أعضاء اللجنة العليا للنادي واختاروا عبدالخالق ثروة رئيس للنادي وجعفر ولي وكيل النادي وفي عام 1924 بدأ عهد جديد للنادي الأهلي مع الرئيس الرابع جعفر ولي باشا